اشتركوا في القناة الحقيقة يا ابني أن لدينا صلوات خمس ولها أوقات محددة أولا الفجر الفجر يكون من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس أما بعد ذلك الظهر ويكون من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد في الزوال وزوال الشمس هو زوال الشمس عن كبد السماء ثم نأتي بعد ذلك يا ابنائي إلى العصر والعصر هو من خروج وقت الظهر حينما يصير ظل كل شيء مثله وفي الظل إلى إصفرار الشمس قبل الغروب أو مع غروب الشمس ويأتي بعد ذلك وقت المغرب وهو من غروب الشمس حينما تجد الشمس قد غربت وصفر لونها وصار يميل إلى الشفق الأحمر إلى أن يغيب الشفق الأحمر بداية من غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق الأحمر ثم بعد ذلك يأتي العشاء وهي من مغرب الشفق الأحمر إلى نصف الليل ولابد أن نتعرف على أن زوال الشمس هو يكون حينما تأتي أو تكون الشمس في كبد السماء يعني في وسط السماء ويكون ظل كل شيء تحته وإذا ما زالت الشمس عن كبد السماء يصير هذا ما يعرف بقت زوال الشمس وبأت ذلك نأتي إلى معرفة الشفق الأحمر وهو تغير الأفق إلى اللون الأحمر الذي نراه بعد غروب الشمس بقليل ثم نأتي بعد ذلك يا ابنائي إلى النشاط واحد وهو نام أخوك عن صلاة العصر فلما استيقظ قبل خروج وقت صلاة العصر بقليل أخذ يلعب الكرة ما واجبك نحوه واجب نحوه أن أنبعه إلى فضل الصلاة في وقتها وأن أول ما يحاسب عنه العبد هو الصلاة وهناك طبعا في وقت الصلاة يسمى وقت الفضيلة ووقت الـ بعد ذلك يسمى وقت الكراه وقت الفضيلة هو أداء الصلاة في وقتها المحدد حينما يؤذل له بعد الإقابة وبناء على ذلك بد أن يحرص الإنسان منه على أداء الصلاة في وقتها لأنها أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيام ناتب على ذلك إلى الأسباب المعينة على أداء الصلاة طبعا هناك الناس في ذلك الأمر قسمان قسم يحب أن يحرص على أداء الصلاة في وقتها وقسم آخر يتكاسل عنها ولا يصليها في وقته بالتعاون مع ذو ملايك سوف نقوم بحل النشاط الثاني أسباب حرص القسم الأول على أداء الصلاة في وقتها هو تعظم أمر الصلاة طبعا معرفة فضلها وأجرها وأنها الركن الثاني من أركان الإسلام أما من يقسر فيها فيرجع ذلك إلى الجهل بامة الصلاة وعدم معرفة فضلها وأجرها ثم نتبع ذلك إلى العلاج والعلاج هو أننا سوف نوضح فضل الصلاة وهو فضلها يكون بأداءها في وقتها والأجر المترتب على ذلك يحصل من المسلم بعد أداء الصلاة في وقته ومن هنا يبدأ الإنسان في أن يقوم بعد أداء الصلاة في وقتها تعالوا معا نبدأ في حل التقويم بداية السؤال بالقارن بين شخصين السؤال الأول أحدهما نام مبكرا وضبط المنبه ومع ذلك غلبه النوم حتى خرج وقت الصلاة والآخر نام متأخرا ولم يضبط المنبه ولم يقم من النوم حتى خروج وقت الصلاة الأول هذا أخذ بالأسباب لكي يستيقظ مع ذلك غلبه النوم فهو لم يقصر في واجبه بأداء الصلاة في وقته أما الثاني لم يأخذ بالأسباب فهو متكاسر عن الصلاة ومقصر في واجب السؤال الثاني يأتي في تمييز الإجابة أو ميز فيما يلي من أدى الصلاة في وقتها بعلامة الصحة ومن أخرها عن وقتها بعلامة خطأ واحد صلى الفجر بعد طلوع الفجر الثاني طبعا صحيحة لأنه من الفجر الثاني إلى شروق الشمس صلى الظهر قبل أن يصير ظل الشيء مثله صحيح صلى المغرب بعد ما غيب الشفق الأحمر خطأ صلى العشاء قبل ما غيب الشفق الأحمر برضو خطأ تمام كده طيب نأتي بعد ذلك بهكذا يكون انتهى هذا السؤال الثاني يا شباب وانتهى درس اليوم على أمل اللقائي بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته شكرا 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 شكرا